أستاذ رائد يعني بنك جي بي مورغان الأمريكي أكد أنه سيمول بطولة السوبر الأوروبي تشير التقارير حسب ما اطلعته على المعلومات أنه سيقدم قروضا من نحو 6 مليارات دولار أمريكي للفرق المشاركة في هذه البطولة هذا الدعم الأمريكي السخي من قبل البنك الأمريكي هل يدل على أن هناك جهات في الولايات المتحدة لديها طموحات بالسيطرة الاقتصادية على عالم كرة القدم؟ بطبيعة الأحوال التحية إلى الزملاء الكرام في البدء ولكن بطبيعة الأحوال هناك نهم اقتصادي ومالي حول هذه البطولة وهناك مقاربة غفلت عن كافة المراقبين اليوم لقد رأينا المئات من التصاريح ولبل آلاف من ردود الفاعل على هذه الشبطة وقد لحظت شيئا مميزا أن الكل أغفل الصراع بين النموذجين والذي أريد أن أتحبس عنه الآن الصراع بين النموذج الأمريكي للمقاربة الرياضية يعني نموذج الفرانشايز مثل الـ NBA كرة السلة الأمريكية مثل الكرة الخدم الأمريكية الـ NFL مثل كرة القاعدة البيسبول والنموذج الأوروبي أين الفارق؟ الفارق المقاربة المالية الاقتصادية هناك مالكين في الأنديا الأمريكية لا يستطيع الأوروبيون مثل الأنديا الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو حتى الألمانية أن يقاربوا المقاربة أو النموذج الأمريكي بعقلية أو بأرضية أوروبية يعني سيدفع الثمن الأنديا الكبيرة مثل برشلونة وريال مادريد وغيرها الأنديا التي ينتخب مجلس أعضاؤها من السوسيوز مقابل الأنديا التي يملكها أفراد الأفراد لا يحاسب والأفراد ينظرون إلى المردود المادي وهم رجال أعمال بالنهاية مثل مالكي ليفيربول ومانشستر يونايتد وأرسلن وغيرهم من الفرق هذا هو الصراع النموذج الأمريكي أو النموذج الأوروبي ولكن هذا النموذج الأمريكي الآن الذي يحاول تطبيقه في الجانب الأوروبي هل يمكن أن يصد له النجاح؟ ممكن ولكن بشرط سؤال مهم جدا ممكن ولكن بشرط أن يؤخذ كباكيج لا تستطيع أن تنطقي من الجانب الأمريكي من النموذج الأمريكي ما أراد المال فقط والمردود المالي وتغفل نظام الاتحادات ونظام البطولات المحلية هناك باكيج يجب أن يعتمد وأهم نقطة في هذا الباكيج ممكن أن يكون السقف الأجور يعني الاتحاد الأوروبي هذا شيء كنا نتحدث عنه من سنوات عديدة في الإعلام أنه يجب على الاتحادات المحلية والأوروبية أن ترصد سقف للأجور وإلا ستقع مثل ما حصل السنة الماضية وهذه السنة بعجز مادة كبير ولذا اجتذبتها النظرية الأمريكية لكي تغطي هذا العجز يعني أيضا هناك تباين ما بين النظرة الأمريكية والنظرة الأوروبية لكرة القدم واقع النظرتين نعم أستاذ راد يعني أنت لديك مرونة اللعبين خرجت وعدت في لحظات سألتك عن أن هذه اللعبة هل تحولت إلى لعبة الأغنياء بعد أن كانت لعقود لعبة الفقراء كلا لم تتحول ما زالت هل تسمعوني الآن؟ نعم أسمعك لا تزال لعبة الفقراء ولعبة كافة الشعوب يجب أن لا نمزج بين ممارسة لعبة كرة القدم من الشبان والشابات في الحدائق العامة وفي الأندية والأكاديميات وبين ما يسمى نخبة الأندية الكبيرة يعني الأندية الغنية التي نتحدث عنها الآن لا تمثل الجراس روتس الممارسين والممارسات الذين يمارسون كرة القدم ما يمكن أن يكون يفعله ممكن أن تكون هذه صدمة بالنسبة للبعض ولكن أعتقد أنا أن ما يمكن أن يكون قد خطط لهم من قبل هذه الأندية هي سياسة طويلة الأمل يعني مثل ما فعلوا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما فصلوا كرة السلة للمحترفين عن كرة السلة للهواة ونظموا بطولات أخرى كذلك الأمر في إنجلترا عندما فصلوا الدوري الممتاز عن الشامبينشيب البطولة الإنجليزية والدرجات الدنيا ممكن أن يكون هؤلاء الأندية الأغنية يفكرون لعشرين أو ثلاثين سنة قادمة بشكل يجتذب بالمال وبالمردود المادي أقله الفرق الأخرى وتقى الأندية الصغيرة بين هلالان الصغيرة تلعب البطولات المحلية يعني يحول البطولة الأوروبية إلى بطولة محترفة بطولة هي محترفة ولكن بطولة سوبر محترفة تدر الأموال الطائلة على هذه الأندية طيب طيب أنت تحدثت عن إنجلترا تحدثت عن إنجلترا وزير الرياضة البريطاني قال اطمئنوا 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 سوف نعرقل هذه البطولة ما هي الأدوات التي تملكها الحكومة البريطانية في عرقلة هكذا بطولة أوروبية توافق عليها أندية كبيرة هناك شقين هنا هناك الحد هؤلاء رجال أعمال ونعرف جيدا أنهم ليسوا أولاد البارحة يعني عملوا شغلهم ودرسوا الوضع وممكن أن يكونوا عم يلعبوا لعبة مفاوضات بالحد الأدنى وبالحد الأقصى الحد الأقصى هو النجاح بالتفلط وبخوض هذه البطولة إلى جانب بطولات محلية ولكن الاتحاد الإنجليزي والحكومة الإنجليزية وكل الاتحادات الأخرى قالت أنها ستطرد هذه الفرق من الدوريات المحلية هنا القرار كيف يمكن أن يعرقلوا إما أن يرزحوا تحت ضغط الجمهور بحال أين الجمهور؟ أين التاريخ؟ أين العراقة؟ بحال جاء جمهور ريفر بو معشي ستروناتي تقول هذه الأندية وقال نحن لا نستطيع أن لا نتنافس في البطولة المحلية هي أم البطولات أو يقولون نحن نمشي بالبطولة المحترفة أو السوبر محترفة أو السوبر بيك كما سموها ونضير ظهرنا إلى البطولات المحلية لا يمكن أن يشاركوا بالإثنين وهنا يلعب الحكومة الإنجليزية على العواطف وعلى التاريخ وعلى عراقة الفرق ترجمة نانسي قنقر